انطلقت عروض وسباقات الهيجن ضمن فعليات مهرجان العالمين الجديدة 2024 الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شارك في مسيرة السباق عشرات الجمال ومئة من أعضاء الاتحاد المصري لرياضة الهيجن وسط تجريع وانبهار عدد كبير من زوار المهرجان من أكثر من عشر محافظات تجمعت الجمال ومرافقيهم متجهين صوب مدينة العالمين الجديدة بدعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واتحاد الهيجن ليضعوا أولى بصماتهم بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية وفور وصول الجمال إلى منطقة الأولى أو النقطة الأولى لانطلاق المهرجان في نسخة العالمين المرة الثانية ها هم يمتطون جمالهم ومرافقيهم رفعين علم مصر من أجل أن يطلقوا إشارة البدء لمهرجان الهيجن في مهرجان العالمين في نسخته الثانية تجمعت عشرات الجمال في بداية الممشى السياحي بالعالمين الجديدة كنقطة انطلاق لجولة استعراضية مصغرة لمهرجان الهيجن يجوب فيها عدة مناطق ترفيهية وثقافية مرورا بمنطقة الأبراج والنورث سكوير وصولا لنقطة النهاية وصلت عروض الهيجن لنقطة النهاية بالمنطقة الترفيهية لتبدأ فعاليات الاحتفال بهذه الأجواء الجميلة والتقاط الصور وسط الأبراج التي تزين مدينة العالمين الجديدة وهنا سنتابع ماذا قال المشاركون عن عروض الهيجن في مهرجان العالمين الجديدة عشرات المشاركين أكدوا أهمية وجودهم في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة واستعدادهم لخوض سباق الهيجن للحفاظ على الموروث الشعبي في هذه الرياضة التي توارثوها عن الأباء والأجداد كما عبروا عن سعادتهم بالتطور العمراني والسياحي لمدينة العالمين الجديدة بالإضافة لتأكيدهم على التواجد خلال الفترة القادمة في فعاليات المهرجان العالمين مدينة جميلة جدا ومهرجان العالم عالمين يعني لم أتعرض علي أني شارك فيه يعني سعد جدا وعرضت على القبائل ووفعوا ومتوخروش ومن 17 محافظة يجو وشو بيشاركوا في المهرجان عندي 1537 مشارك وعندي 32 شوق تتنافس عليها القبائل كلها بتعم من دولة الإمارات الرئيس عبدالفتاح السيسي فخامة الرئيس داعم لهذا الموروط العصير طبعا وزارة شباب والرياضة بتنظم مجموعة من الفعاليات في مهرجان العالم عالمين بتتعاون مع الشركة المتحدة أمكن بدأناها بصورة تسكرية لأبطال البراليمبيين اللي هيشاركوا إن شاء الله في باريس بعد أولمبيات الأسوياء إن شاء الله في باريس بدأناها بصورة تسكرية والنهاردة تاني فعالية لوزارة شباب والرياضة مهرجان للهجن بتنظم وزارة شباب الرياضة بتتعاون مع الاتحاد المصري الهجن وطبعا الشركة المتحدة وان شاء الله فيه تسلسل كبير من الفعاليات الشبابية والرياضية معارض وانتجات ومعرض لدراجتك صحتك وكثير من الفعاليات ان شاء الله خلال شهر اغسطس فيه مهرجان لعالم اعلمين بإذن الله صرعنا بالوقتي الجو كويس واحنا اسمع ليه وجينا نشرفكم هنا برضا ولقاكم ولقا الناس الحلوة اللي جاية برضا قررت شارك عشان المهرجان اكبر مهرجان في جمهورية مصر العربية في مدينة العالمين احنا بنشارك في كل المهرجانات عامة ومهرجان العالمين المهرجان حلوة يعني بسم الله ما شاء الله عمران وكلها جاية ناس من بره وكده مشاركاته حلوة ومناظر حلوة وقاين بنغير جوه في نفس الوقت ديه تراص من ابونا وقدينا وكده يعني يوم مليء بأجواء البهجة والسعادة على المشاركين في سباق الهجن الذين سيستكملون هذا السباق بالبطولة التي ستنطلق يومي الثلاثاء والاربعاء مما يؤكد ان مدينة العالمين الجديدة اصبحت الوجهة السياحية والرياضية لاستضافة العديد من البطولات المحلية والدولية بالاضافة لاستكمال فعليات مهرجان العالمين الجديدة الفنية والثقافية